موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوالة في مقاربته الرامية للدفاع عن عدالة القضية الوطنية الأولى تمكن المغرب من ترسيخ مكتسباته خلال هذه السنة داخل هيئة الأمم المتحدة ففي قراره رقم 26-54 الذي اعتمده في أكتوبر الماضي كرس مجلس الأمن بشكل لا رجعة فيه سموة ومزاقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيدة والأوحدة لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة والوحدة الترابية للمملكة ورغم رفض الجزائر والبوليساريو فقد عززت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة هذا الدعم الكبير من المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي وهو ما تجسد من خلال التعبير الصريح عن الدعم القوي والواضح والرسمي من طرف أزيد من 90 دولة للمبادرة المغربية وكذلك من خلال افتتاح 30 دولة أخرى قنصليات عامة لها في الأقالم الجنوبية للمملكة تبعتاً لهذا الموضوع يحضر معنا في الستوديو الباحث في الدراسات السياسية والدولية الدكتور بوسلهام عيسات أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بك شكراً جزيلاً أهلاً وسهلاً إذن المغرب يواصل مسيرته بحزم وثبات نحو ترسيخ وحدته الطرابية طبعاً هذه المسيرة يعززها اليوم هذا الدعم الدولي المتزايد الواضح والصريح لحقوقه التاريخية والمشروعة على أقاليبه الجنوبية أنتم كيف تقيمون حصيلة ما تحقق في هذا الملف خلال هذه الساعة؟ طبعاً بطبيعة الحال ما صار وتطور القضية الوطنية بطبيعة الحال عرفت في هذه الأوينة الأخيرة مجموعة من المكتسبات التي لا يمكن إلا أن نفخر بها بطبيعة الحال وهذا ما تجسد بشكل كبير في ضوء القرار الأخير دي المجلس الأمن يعني الـ 2654 هذا القرار بطبيعة الحال الذي جسده بطبيعة الحال مصداقية وواقعية وجدية مقترح الحكم الذاتي مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية للأقاليم الجنوبية بطبيعة الحال القرار يعني يشكله يعني باعتبار يصدر عن مجلس الأمن الذي يعتبر لهيئة تنفيذية بالأمم المتحدة وبطبيعة الحال القضية الوطنية عرفت دينامية متطورة بطبيعة الحال من خلال سلسلة الاعترافات أولاً ومن خلال القنصوليات التي تم القنصولية العمل التي تم افتتاحها على مستوي مدينتي الدخلة والعيوم بطبيعة الحال وهذا يجسد بطبيعة الحال وأيضا في الضوء المتغير الأخير من خلال الاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الأقاليم الجنوبية بطبيعة الحال هذه كلها منجزات بطبيعة الحال ومنجزات أممية وبطبيعة الحال حتى إقليمية على مستوى مجموعة من الهيئات وطبيعة الحال دعم مجموعة دول الاتحاد الإفريقي ودول إفريقية لمبادرة الحكم الداتي وبأنه لا حل للقضية الوطنية إلا في إطار مبادرة الحكم الداتي تحت سيادة المغربية بالأقاليم الجنوبية نعم ذكرتم مجموعة من التطورات مجموعة من الإنجازات نود أن نقف عند أبرز هذه الإنجازات نقف الآن عند وطيرة هذه التطورات تطور في هذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة كيف تقرؤون أنتم على المستوى الأممي خاصة وخلال هذه السنة هذا المصار تطور هذا الملف ونقف مرة أخرى عند القرار رقم 26-5 طبعا بطبيعة الحال هذا ما تحقق على مستوى الأروقة الأمم المتحدة يعني هو كبير جدا وهذا بطبيعة الحال بفضل تعليمات الجلالة الملك الذي يعتبر القائد الدبلوماسية بطبيعة الحال وتجسد كذلك من خلال المجهودات التي تقوم بها وزارة الخارجية والبيعتة الدائمة للمملكة على مستوى يعني من نيويورك على مستوى الأمم المتحدة بطبيعة الحال هذا القرار الأخير تجسدت فيه مجموعة من المعطيات الهامة هذه المعطيات الهامة أولا هي التي تتعلق بالإشادة بهذا الواقعية والجدية والمستقية للحكم الداتي التي تغيرت الملاحظ على أن اللغة الخطاب للمجلس الأمن تغيرت منذ أن قدم المغرب مبادرة للحكم الداتي يعني في سنة 2007 لغة يعني المجلس الأمن تغيرت وتشيد بواقعيتي هذا المقترح باعتباره حلا واقعيا ويجيب عن المتغيرات والظروف الإقليمية بالمنطقة بطبيعة الحال وأيضا حتى على مستوى الحشد والدعم الذي قامت به الجمعية العامة بحيث أن هناك مجموعة من الدول على مستوى الجمعية العامة بالأمم المتحدة تدعم هذا المصار وتدعم المبادرة الحكم الداتي بالأقالي من الجنوبية تحت السيادة المغربية بطبيعة الحال تدعم هذا المقترح وتعتبره حلا واقعيا وجديا تعتبره حلا واقعيا وجديا وحتى على مستوى يعني اللجنة الرابعة على مستوى للجنة الرابعة كانت هناك مجموعة من الدول وحتى مقدم المنتمسات ومثل مجموعة من الدول الذين يدعمون هذه المبادرة الحكم الداتي ويعتبرونها مبادرة واقعية تجيب عن الظروف عن طبيعة النزاع باعتباره أولا نزاعا إقليميا باعتباره نزاعا إقليميا تتدخل فيهم جمع عمل الأطراف بما في ذلك الجزائر التي يستدعم القوليزاري بطبيعة الحال لكن المراحب من طبيعة الحال من خلال تحليل مضامين هذا الخطاب أو حتى القرارة منذ سنة 2018 تبين على أن لغة تحرير الخطاب لغة تحرير الخطاب أصبحت تتلائم وتنسجم وتتوائم مع الظروف المتغيرة الإقليمية بالمنطقة نعم طيب نقف عند هذه المبادرة مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب في أقليمي الجنوبية هي تلقى طبعا يعني دعم المتزايد يوما بعد يوم كحصيلة هناك اليوم أزيد من تسعين دولة تدعم هذا الطرح المغربي في اعتقادكم هذا الدعم كيف يترجم يعكس ربما جهود المغرب من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتع طبعا المغرب منذ أن تقدم بهذه المبادرة في 2007 هو عبر عن نيته أولا بشكل صريح يعني حل هذا الإشكال عن حل هذا المشكلة هذا الموجود على المستوى يعني الأقليم الجنوبية والتأييد الذي حضيت به هذه المبادرة يعني من قبل مجموعة من الدول هو يعبر بطبيعة الحال كذلك عن هذا الواقعي هذا المقترح وعن صدق نية أولا لأنه بطبيعة الحال كما تعلمون على أن هذا النزاع تتدخل فيه مجموعة من الأطراف ولكنها لا تعبر عن نيتها ولا تحترم مبدأا دوليا بطبيعة الحال لهو مبدأ حسنية هذا المبدأ هذا بطبيعة الحال يجب أن يعني تلتزم به الدول بما في ذلك يعني الجزائر التي دائما تشكيك في المبادرات المغربية وتشكيك في مبادرات الحكم الداتي وبطبيعة لها حتى في لقاء الأمين العام مع وزير الشؤول الخارجية أو ما يسمى بين قوسين مبعوط الجزائر يعني في الصحراء يعبرون عن شكوكهم فيما يخص الموائد المائدة المستديرة يعني عن الرجوع إلى سلسلة المفاوضات والجلوس الجزائر لا تعتبر نفسها ولا تريد أن تعتبر نفسها طرفا في النزاع وفي الملف في حين أنها هي طرفون وفاعلون رئيسي يدعم وهي من يحتضي بطبيعة الحال هذه الجمهورية الوهمية داخل أراضيها تدعمها بالسلاح تدعمها بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة بطبيعة الحال وبطبيعة الحال لوحدة لوحدة في هذا الأوين الأخيرة بأن القضية أو القضية للوحدة الترابية تعريف منعرج مهم جدا بطبيعة الحال من خلال يعني هذه السلسلة الاعترافات لدول إفريقيا فتحوها أولا لمجموعة من القنصليات هذا بطبيعة الحال هي ديبلوماسية وواقعية تسيد لهذه المبادرة وتسيد لمصداقية مقترح الحكم الذاتي بطبيعة الحال الدول تشجيع وتعتبر على أن أطروحة الانفصال قد انتهت بأن الحل السياسي أو الحل القانوني لا يمكن أن يكون حلا من أجل إنهاء المشكل الحل يعني الذي يمكن وأخذ به وهو الحل السياسي الذي يكون دائما في إطار مبادرة الحكم الذاتي نعم وفي نفس الإطار دائما يعني كما نلاحظ مسلسل افتتاح تمثيلية ديبلوماسية لعدد من الدول الإفريقية يعني العربية والأجنبية هو متواصل يعني أنتم كيف تقرؤون دلالات هذه الاستمرارية طبعا هذه السيسلة ديال الفتح ديال القنصليات على مستوى مدينتي الداخلة ومدينة العيوم طبيعة الحال يجب أن نستلهم منه وأن نستنبطنه مجموعة من الإشارات بطبيعة الحال بأن المسألة والمسألة القضية الوطنية والصحراء المغربية بطبيعة الحال يعني أصبحت يعني الواقع هو الذي يتحكم من الواقع كيف ذلك بأنه من خلال يعني دعم الدولي وهذا التأييد الدولي ومقامت به إسبانيا مؤخرا من خلال يعني الاعترافها أيضا بأن هذه المسألة ديال الحكم ذاتي هي مسألة واقعية وتدهم تدعم يعني جهود المغرب مجموعة من الدول بأمريكا اللاتينية بطبيعة الحال كذلك التي كانت يعني التي كانت يعني لا تؤيد هذا الطرح يعني راجعت مواقفها هو بطبيعة الحال هو يعني أنها ترى بأن هذه المبادرة هي الواقعية وأنها الحل أمتل من أجل إيجاد يعني حل للنزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية نعم طيب في اعتقادكم القوى الكبرى اليوم نتحدث عن ولاية المتحدة نتحدث عن الانتحاد الأوروبي وكذلك على المستوى الأممي كيف ينظرون إلى هذه الدينامية الدبلوماسية اليوم في الأقاليم الجنوبية للمغرب بطبيعة الحال أعتقد بأن هذه الدينامية التي أشرنا إليها والتي تعرفها الأقاليم الجنوبية بطبيعة الحال وكما أشرت على أن الواقع أصبح يتحكم في المتغيرات بطبيعة الحال وأيضا يعني يحتى بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة دي المملكة المغربية على أراضيها لوحدة لوحدة واحدة الدينامية على مستوى المواقف ديال الدول بما في ذلك القوى الكبرى بريطانيا كذلك هي مبدئيا تدعم ألمانيا كذلك يعني راجعت كذلك مواقفها دول الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال هذا يرجع أولا إلى مجموعة من المتغيرات الجيو اللي يكون نقول على أنها جيو سياسية بطبيعة الحال بالنظر إلى أهمية المنطقة وأيضا ما تعرفه الأقاليم الجنوبية من سلسلتين تنموية ودينامية تنموية باعتبارها أولا هي قطبا اقتصاديا في المنطقة الغرب الإفريقيا وبوابة للانفتاح الاقتصادي على مستوى يعني الدول بريطانيا والدول الأمريكا يعني القارة الأمريكية هي حلقة وصل وحلقة وصل كذلك ما بين الدول الغرب الإفريقيا والدول للاتحاد الأوروبي اليوم القوى الكبرى ترى بأن هذه الدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تشكل وتعتبر بمثابة شرعية أرضية في الميدان للمنجزات وبطبيعة الحال هذه الشرعية لا يمكن إلا أن تدعمها الدول الكبرى وأن تؤيدها بطبيعة الحال نعم طيب المغرب كيف يمكن أن يستثمر هذه الدينامية الدبلوماسية من أجل تعزيز مكانته على الصعيد الدولي طبعا جلالة المالك أشار في يعني خطابه الأخير بأن القضية الوطنية قضية الصحراء المغربية هي النظارة التي ينظر بها المغرب هو تعبير باليغ ويحمل مجموعة من الرسائل وعند واحد الحمولة قوية وفيه رسائل قوية ورمزية بطبيعة الحال وصريحة للدول التي لا زالت يعني لم توضح بطبيعة الحال موقفها بخصوصي بإزاء القضية الوطنية وإزاء مغربية الصحراء واعتبرها بأنها هي النظارة التي ينظر بها إلى العالم وبأنها هي المعيار الذي نقيص به نجاعة الشراكات والصدقة الصداقات وبطبيعة الحال هذه الإشارة التي تأتي من رئيس الدولة بطبيعة الحال جلالة الملك الذي يعتبر هو الممتل والموجه الأساسي للديبلوماسية الخارجية والوطنية بطبيعة الحال على المستوى الخارجي هذا بطبيعة الحال يجعل المغرب اليوم في موقع قوة بطبيعة الحال يعني إزاء قضيته الوطنية وهذا يتجسد واقعيا يتجسد واقعيا من خلال هذه القنصلية التي تحدثنا عنها قبل قليل ويتجسد من خلال سلسلات والحشد وهذا التأييد الدولي الواسع لمصاري القضية الوطنية بطبيعة الحال نعم الباحث في الدراسات السياسية والدولية الدكتور بوس الهام عيسات شكرا لك على كل هذه أتوضح شكرا لك على الاستضافة الكريمة أهلا بك نهاية هذه الفقرة ومشاهدين شكرا لكم الحسن المتابعة للقاء اشتركوا في القناة